لكن للأسف الشديد كل المعلومات الآن وصلتنا وبفيدة لأنه ممكن يكون فيه اشتباكات وحرب في ولاية شمال دارفور لذلك أريد أن أقدم رسالة مناشدة عاجلة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق الأسكرية الموجود فيه الأطراف المتحاربة وكذلك دار نوس الرسالة للأطراف المحاربة أن مدينة الفاشر مقتزة بعدات كبيرة من المدنيين نطلب منهم السماح للمواطنين بمقادرة كل المواقع التي يمكن أن يعرض حياتهم لقطر ويعرض ممتلكاتهم كذلك لقطر وداء في غاية الأهمية لأن مدينة الفاشر مقتزة بعدات كبيرة من النازهين من ولايات مختلفة وخاصة ولاية جنوب دارفور ومن داقل ولايتنا أيضا من بعد الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر لذلك أننا نطلب من القوات المتقاتلة في أن يفسه المجال للمواطنين بالابتعاد تماما من مناطق الاشتباك ومناطق قرب القوات التي يمكن أن يتقاتل أننا ما زلنا نجتهد في أن الحرب لا يستمر للأسف الشديد الآن كل المؤشرات يتشير أنه ربما يقع الحرب دا ولكن نؤكد أن مساعينا ومجهوداتنا ما زالت مستمرة من أجل وقف الحرب في مدينة الفاشر وما لشيء آخر وما للنصر والهزيمة أو للسيطرة وعدم السيطرة لكن المجهود دا كله من أجل محافظة حياة المواطنين وممتلكاتهم ومن أجل أدم تدمير البنية التحتية بتاعتنا الموجودة في المدينة حقتنا لذلك أننا ما زلنا نناشد الأطراف دي ونعمل من أجل وقف الحرب نسأل الله أنه ربنا يحفظ المدينة ويحفظ المواطنين ويحفظ ممتلكاتهم ونتمنى أن الحرب يقيف ويعود المواطنين لحياتهم التابعية حقيقة كله بكل الأسف والندم أن المجهودنا البذلناه للشهور كثيرة الآن بدت في مؤشرات ربما كل الكلام دا يعني يمشي في تجاه عكس نسأل الله أن المواطنين دعملوا برسالتنا دي بسرعة شديدة ويتمى الابتعاد أن المناطق اللي ممكن تكون فيها اشتباك أو بالقرب من مناطق الاشتباك حتى لا يعرضوا حياتهم لخطر أشكر المواطنين جزيل الشكر نسأل الله الحفاظ لبلادنا وليعباتنا ونلتقي بيكم كما هو معروف أنه أنا قادرت المدينة دا للقاء تشاوري دعا له فقامة رئيس جمهورية جنوب السودان ونتكلمت في إذاعة الفاشر سابقا أنه أننا قادرنا المدينة بغرد التشاور والتفاكر من أجل وقف الحرب هذا الأمر أيضا مهم دا السبب الأساسي لخلانا نطلع من مدينتنا لو لا ذلك لما تلعنا خالص من مدينة الفاشر ولكن تلعنا حتى نديف مجهوداتنا وأفكارنا مع الآخرين من أجل وقف الحرب ومن أجل المشاورات والتفاكر من أجل المشاورات والتفاكر وتبادل الآراء بغرد وقف الحرب في السودان سنزل نسعى في هذا الاتجاه ونعمل بكل ما عندنا ونتمنى أنه نلتقي بكم وأنتم في أحسن الحال شكرا جزيلا ولشمال دارفور نمر عبد الرحمن حقيقة متأسفين جدا للتجديد الحرب في ولاد شمال دارفور وخاصة مدينة الفاشر ولكن في زرف عسيب جدا وسعينا حقيقة لأن الحرب لا يتجدد في المدينة لكن للأسف الشديد تجدد القتال الثاني حقيقة الواحد عاوز يقدم صوت بتاعت شكري والتقدير للجنة الوساطة والحكما بالولاية على المجهود البوزل وكذلك للجنة وقفة لقنار على عمل معنا لفترات طويلة والمحافظة على المدينة وكذلك القيادة والسيطرة من قوات حركات الكفاءة المسلة الموقع على اتفاقية جبل لسلام السودان كلنا عملنا ما بعد من أجل المحافظة على حياة المواطنين ومن أجل تجنيب المدينة خطر الحرب والمعارك اللي الآن بدت شرارته يندلع فحقيقة ما علينا إلا نشكر المجهودة وكل الناس الساهموا معنا والساعدونا سواء كان من آيان المدينة أو من المثقفين أو الناس اللي اتصلوا بينا والناس اللي رسلوا الرسائل بشيدوا بالعمل اللي نحن قمنا به وده كل كان في سبيل المحافظة على حياة المواطنين وعلى ممتلكات مدينتنا الحبيبة وكذلك لأنه ما في فائدة من الحرب أصلا ترجمة نانسي قنقر